بيقول الإجابة على السؤال ده أنا بس أولا كان هقول لكم بس معلومة في قصة شريف إكرامي وبيرامدز والكابتن عبد العزيز عبد الشافي إدارة بيرامدز وشريف إكرامي اللي فيه تواصل دائم مع إدارة بيرامدز وربما لم تحسم الأمور رسميا حصل الاستياء من قصة أنه ده في النهاية شريف إكرامي ده اللاعب اللي هو أحد كباتن الأهلي ده اللاعب اللي هو مسيرة دولية طويلة مع المنتخب ده اللاعب اللي هو يعني اسم وسيرة وحتى جماهيرية فلما تحصل حالة الإعلان عن التعاقد مع شريف إكرامي اللي هي لم تتم نهائيا حتى الآن لكنها قريبة من الانتهاء لازم تكون لها البروباجندا بتاعتها لازم يكون لها الشكل الحلو اللي تقدم به ليك وليكي يعني زي من أحمد فتحي مثلا الجوكر لما طلع وخد وقته وقع على النادي بيرامدز بسيناريوهات وبصور وبدزينات على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام فده نفس القصة شريف إكرامي فانية تطلع بتصريح على قناة في برنامج مسجل ده اللي ممكن يكون عمل حالة الزعل وبالتالي وصفة من جانب الإدارة أنه سوء فهم أو أنه هو يعني لبس حصل عند الكابتن عبد العزيز عبد الشافي